ده يقول فيه طيارة في احنا عايزين كلمة اخيرة للعباقرة قبل ما حداك سيبنا في الستودينات طبعا كلمة اخيرة بقولهم يعني انتو عاملين حالة في مصر وعملين حالة في الشباب وبصراحة كنت اتمنى بقى العباقرة ده يتم من 35 سنة مثلا علشان اكون ممكن اكون واحد من الناس هنعمل عباقرة العائلات وحالة طلواتنا عباقرة المعاش بقى عباقرة لفوق المعاش يعني فانا سعيد بيكو جدا وشايف ان احنا عندنا طاقات ابداعية رائعة وشايف ان احنا لازم نشتغل على الفكرة ديت ان الواحد عنده معلومات كتيرة وعنده سرعة بديهة كمان وعنده العمل تحت ضغط وانا بتهالي ده هم حاجة انك انت تبقى الكاميرات شغالة والسبوت لايتس كده عليك والناس كلها عدم استنيها الاجابة وانت في نفس الوقت بيكون عندك اتزان نفسي وانسبات فعالي هجيب المعلومات ازاي هستدعيها ازاي قريتها فين شفتها فين دي كل دي ملكات مهمة جدا وموهبة مهمة جدا فانا بحييكو جدا وبحيي الحياة لأستاذ عصام انا شخصيا واحد من ال بستمتع جدا يعني جزء كبير قوي من ان انا بتفرج على بالعبقرة ان انا بتفرج على أستاذ عصام وقديه هو يعني مخلينا متشوقين بيه يعني هم الحقيقة بيساعدوني يعني هم دمهم خفيف وروحهم حلوة والاجابات عندهم وحتى لما يخمنوا بيتحكوا بيهزروا هم الحقيقة اللي عاملين الاداء العظيم ده جاي بمساعدتهم مش مننا بصراحة انا بذكرهم على اللي هم بيعملوه والحالة اللي حالك قلت عليها يتيقلي انه لو في شباب كتير او اقل كمان يعني مثلا في سن اعدادي وسنوي تابع البرنامج ده بشكل مستمر خلي بالك حيبقى حاسس في يوم الايام ان هو نفسه يبقى قاعد هنا فأي معلومة اتعده قدامه حيحاول يركز فيها اي ورقة يقراها مثلا لو هو قاعد بيتغدى في حتة شاف حاجة كده حيحاول يقراها لو حتى معاه سندويتش ملفوف ورقة جورنال حيحاول يبص في ورقة الجورنال يمكن تبقى فيه معلومة الحالة اللي بتحصل دي دلوقتي ممكن جدا ترفع المستوى الثقافي لانه هتخلي الناس من دلوقتي تستعد وقولك ايه استعد اليوم ممكن تبقى قاعد القاعدة دي وتتسئل سؤال فربما المعلومة دي هي اللي تحل لك المشكلة فانتو بتعملوا حاجة كبيرة قوي مش مسألة بس منافسة انت ممكن تكونوا بتاخدوا الامة كلها الى مستوى ثقافي تاني اخر احلى جملة احلى جملة من هدية لقاء النهاردة مهانس خلال عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بنشكرك على تشريفك لينا وان شاء الله يبقى ده اول لقاء ومش اخر لقاء بازن الله نمتشرف جدا رسولة صلوه نمتشكرك على ما تؤدي للشباب المصري والعربي كلها شكرا شكرا اشتركوا في القناة